عن المواقف الغربية والسيناريوهات التي استعرضتها الجارديان وأين تقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه السيناريوهات؟ أرحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي عبد الرحمن أهلا بك أهلا بك دكتور إستامة أهلا بالسادة مشاهدين أي من هذه السيناريوهات ترجحها الإدارة الأمريكية؟ أو دعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى تفضلها الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لا تريد استهداف منشآت نووية بل يمكنني أن أقول أنها في الغرف المغلقة ستضع هذا خطا أحمر لإسرائيل ورأينا أن كامالا هاريس في إحدى لقاءاتيات تلفزيونية أمس على سي بي اس قالت أن نقطتين رأسيتين أنها تستبعد توجيه ضربة للمنشآت النووية وأنها أيضا تستبعد فكرة مشاركة قوات أمريكية في أي رد على الجانب الإيراني لكن الذي يناقش الذي هو موافقا عليه هذا ما هو مستبعد الذي هو مؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد إسرائيل من حيث العمل الاستخباراتي أو الدعم الدولي أو ما إلى ذلك لتوجيه ضربة ما إلى الجانب الإيراني لكن الذي يناقش الذي هو يعني يتم قياس أثر رد الفعل فيه سواء على الدول الخالجية الحليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على التجارة العالمية أو أسعار الطاقة هو استهداف المنشآت النفطية الإيرانية الإدارة الأمريكية تعلم أن هذه ضربة ستكون مؤلمة وبعيدة عن المدنيين وأيضا بعيدة عن المدنيين بصورة كثيفة المنشآت النوائية فيها مدنيين لكن بتكلم عن العدد الكبير أو الكثافة السكانية الكبيرة لكن هناك معذورين رئيسيين أو ربما أثرين رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنها ورغم أن هذه الضربة ستكون مؤلمة وستكون صفعة على وجه الإيرانيين لكنها تخشى من أمرين الأمر الأول هو زيادة أسعار النفط نحن أصلا مع مناقشات أن هناك رد إيراني قبل أن يبدأ الرد رويترز نشرت أنه ارتفعت أسعار البترول بنسبة 3 دولار الأمر الآخر في هذا الشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات وأسعار النفط أو أسعار البنزين أو أسعار مشتقات الطاقة وخاصة البنزين هي نقطة جوهرية ومفصلية في شهر أكتوبر قبل أي انتخابات رئاسية أو حتى انتخابات نصفية ودائما ما يقاس أثر الاقتصادي لأي خطة اقتصادية أو أي إدارة أمريكية من خلال جزء منها رئيسي من خلال أسعار الغاز أو أسعار البتجاز أو أسعار البنزين يعني المشتقات الطاقة الرئيسية في منزل وسيارة المواطن الأمريكي وبالتالي هذا الأمر سيدل للجانب الأمريكي بشكل كبير وخاصة هذه الإدارة لكن في نفس نقطة الإدارة ستظهر أنها ضعيفة وتتظهر أنها مترددة ومرتعشة إذا لم تساعد أو تساهم مع إسرائيل في الرد وسيكون هذا نقطة كبيرة جدا على الجمهورين الذين يزايدون الآن على هذه الإدارة الأمريكية ولذلك الرد الإسرائيلي ضم لشخصي جزء من تأخره ليس فقط مسألة الدراسة ولكن لأن الرد على الجانب الإيراني ليس على طريقة إبريل إيران في إبريل ردت ردت كان رد لأول مرة لكنه كان فيه نوع من أنواع التنسيق كان فيه نوع من أنواع محاولة انعدام الأثر أو مجرد رسالة سياسية بطريقة عسكرية لكن هذا الرد رغم أنه استثنى الأمريكيين ولم يستهدي في الأمريكيين ولا القاعدة الأمريكية ولم يستهدي في المدنيين لكنه كان ردا قويا على المستوى العسكري وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقنع وهذه السردية أو الناراتف أو الطريقة التي يتم مناقشة بها الأمر في القنوات الديمقراطية أو القنوات التقدمية هو الجزء الخاص بأن إسرائيل لم تتضرر من الجانب المدني وبالتالي علينا أن نستبع الجانب المدني في الجانب الآخر لم يتم استهداف المنشآت النووية في إسرائيل وبالتالي علينا أن نتجنب هذا في إيران لم يصب أي أمريكيين وبالتالي إيران لا ترغب في توسيع ركعة الصراع إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانوا خالجيين أو كانت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من خلال قواعدها ونحن رأينا بعد استهداف مرة واحدة المقاومة الإسلامية في العراق التابعة لمحور إيران حينما استهدفت قاعدة إربيد للولايات المتحدة الأمريكية على الحدود العراقية الأردنية السورية الولايات المتحدة الأمريكية ردت من أريزونا طائرة خرجت من أريزونا زودت بالوقود جوا وضربت واستهدفت ولم يكن هناك أي نوع من أنواع النقاش وبالتالي هناك حقيقة نوع من أنواع التجنب للاستهداف الأمريكيين والأمريكيين يضعون هذا في صورة أو في نقاشهم بأن الضربة الإيرانية كانت قوية عسكريا وبالتالي نعم يجب أن تكون رد قوي لكن لا يجب أن يستهدف منشآت نووية الجدل فقط الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الإدارة بسبب عدم الظهور بمظهر المرتعش هو استهداف المنشآت النفطية لأن فيها أثر سيء على الديمقراطية ليس فيها أثر سيء على الجمهوريين لأن الجمهوريين إذا حدثت وارتفع النفط وارتفعت أسعار الغاز والبتجاز والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يقينا بغض النظر عن انتخابات الرئاسية لكن على مستوى الكونجرس بخرفتها يقينا سيكتسحون الديمقراطيين وبالتالي أظن الشخصي أن تأخر هذا الرد ليس لصعوبة الرد إسرائيل تستطيع أن تردها لديها القدرة على الرد العسكري لكن الفكرة الرئيسية أن إسرائيل تريد أن تتوسع إلى ما خارج الرد العسكري طبعا درحمن فيما يخص الرد العسكري الجارديان في الحقيقة تحدثت بشكل متوازن عن نقاط الضعف ونقاط القوة لدى إيران من الناحية العسكرية قوات جوية قديمة متهالكة دفاعات جوية ضعيفة لم تنجح في تطويرها بسبب العقوبات الغربية ولكن على الجهة الأخرى كم هائل من الصواريخ الباليستية الضقيقة والضخمة إمكانيات بحرية وقدرات قوية للحرس الثوري تسمح له بالتغلب على بعض السفن التابع للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية زرع الغام في مضيق هورمز ويوقف 20% من صدرات النفط العالمية كيف رأيت تقرير الجاردين في هذه الجزئية تحديدا؟ هذا تقرير بطبيعة الحال يناقش المسائل المادية المباشرة لكن هناك الأثر السياسي زعماء الخليجة الذين أشرت حضرتك إليهم أرسلوا أيضا رسائل إلى إيران بأنهم غير منخرطين ولم نسمع لتصدي السواريخ الإيرانية إلا من الجانب الأردني بحكم أنها على الحدود ومنطقة ملتهبة والأردن تبرر موقفها بأنها لا تريد أن تكون شريكا ولا تستخدم أجوائها في أي مشاكل عسكرية ولكن هذا سيكون تحدي لها إذا ما قررت إسرائيل أن تستخدمها في اتجاه إيران هل ستقوم بنفس السلوك أم لا وبالتالي الأردن في موقع حرج إذا أرادت إسرائيل أن ترد من خلال سواريخ أو ما إلى ذلك لكن على مستوى القطع البحرية وما إلى ذلك أعتقد أنه ليس مهما مع الجانب الأمريكي إيران والولايات المتحدة الأمريكية بينهم اتفاق غير مكتوب حتى الآن بعدم الدخول في مواجهة مباشرة بينهما بشكل مباشر هو التحدي الرئيسي سيكون في مسألة صواريخ الدفاع الجوي إذا ما قررت إسرائيل أن تستخدم القوة الضريبة ممثلة في طائرة السيادة الجوية F-22 وكذلك طائرة الشبحية F-35 خاصة أنه تم استهداف قواعد تمسى هذه الطائرات داخل إسرائيل بطبع لا أعرف ماذا الأثر والضرر الذي جرى لكن كانوا استهداف لهذه الأماكن وبالتالي ظن الشخصي إسرائيل إذا قامت باستخدام الطائرات الشبحية وطائرات السيادة الجوية سيمثل هذا تحدي للجانب الإيراني لكن إيران تراهن على الرد المؤلم الذي سيطرع أنه سيكون من حقها وكذلك تراهن على فكرة مسألة النفط لأن مسألة النفط بالنسبة لهذه الإدارة حقيقية ونحن رأينا أنه في بداية حكم بايدن حتى يرسخ صورته استخدم ملايين البراميل من الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في النفط من أجل انزال أو تخفيض أسعار البنزين وبالتالي هذا يوضح لك كيف أن هذه نقطة على المستوى الداخلي هامة جدا وبالتالي إذا أردت إسرائيل أن تستخدم منشآت عسكرية بصفة عامة أعتقد أنها ستستطيع حتى لو حاولت إيران أن تستخدم دفاع جوي لكن التحدي الرئيسي عفوا لما تم اغتيال حسن نصر الله وتأخر الرد الإيراني ساعات ثم 24 ساعة ثم 48 ساعة بدأ الكثيرون يشيروا إلى أن إيران نديها اتفاق بخيار الصمت الاستراتيجي والصبر الاستراتيجي وأنها ستصبر حتى تقصف إسرائيل منشآت النواية الإيرانية وسأنتهى الأمر ثم فجأت إيران الجميع بما فعلت منذ يومين الآن إسرائيل لم ترد على إيران من رأيك سبب ذلك ضغوط أمريكية مفاوضات عربية أو طلبات عربية من بعض الدول القريبة من إسرائيل بعدم الرد أم الخسارة الميدانية في جنوب لبنان والتي كانت مفاجئة للاحتلال لا لا مسألة الخسارة الميدانية ليس لها علاقة مباشرة بمسألة إيران لأن إسرائيل تستطيع أن تدمر لبنان جواً ولا تريد أن تضع جنوداً على الأرض لكن هو كما حرارك أشارت تحديداً أنا أرى أن هناك ضغوط أمريكية لأنني قلت هنا سابقاً مع حضرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث بالضرر سواء مدني أو عسكري لكل ما هو منظمات ما دون الدولة أي من كانت طبيعتها لكن حينما تصل المسألة إلى الدول فخبرة العراق وأفغانستان تكون حاضرة وحاضرة بقوة وهي تمثل نوع من أنواع التروما ما بين قوسين للولايات المتحدة الأمريكية ولوزارة الدفاع وبالتالي مسألة التعامل مع الدول لدى الولايات المتحدة الأمريكية مختلف تماماً ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد بالفعل الرغم أن بايدن قال نصاً نحن لا نعطي أوامر لإسرائيل نحن نتشاور فقط ننصح فقط لكن طبعاً هذا كلام فارغ يعني كل الأسلحة التي تستخدم بشكل دقيق وقوي ومدمر هي أسلحة أمريكية حتى لو كانت إسرائيل متفوقة في صناعة التكنولوجيا وصناعة السلاح لكن لم تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطيها الخبرات وبالتالي هذا الأمر الأول الأمر الآخر هو أن إذا اشتعلت حرب ستكون هناك دول في المنتصف كيف ستتعامل مع الأجواء هنا في هذه الحالة كيف ستتعامل مع القطع البحرية والقطع العسكرية يجب أن تأخذ موقف هذا سيضحى أمام شعوبها في مأزق كبير جداً وكانت هذه أحد الأفكار الاستراتيجية للسنوار حينما قال أنه سيخلط الأوراق في المنطقة لأن المسألة لم تعود مقتصرة على تلك البقعة التي يمكن للعرب أن زعماء العرب أن يدعوا الحياد ويدعوا النأي بالنفس ويدعوا الرغبة في إحلال السلام وما إلى ذلك ستكون أراضيهم هي ساحات عابرة لهذه الحرب بين طرفين جغرافياً وبالتالي التنسيقات أو النقاشات العربية الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي حاضرة في مسألة رد إسرائيل سترد لكن مسألة التأخر في الرد لأن هذا سيكون رد على دولة ورد ليس على مستوى إبريل على مستوى إبريل كانت جميع متوافق عليه وحصل وانتهى وجميع كان مرتاحة والجميع كانت منصة مع الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بموعد الضربة الإيرانية لكن هذه المرة إيران تصرفت بالمناسبة لم تتصرف بنوع من أنواع الاندفاع تصرفت بحكمة عسكرية كبيرة جدا على مستوى الاستهداف استهداف قوي عسكري غير مسبوح لكنها أيضا كان فيه نوع من أنواع الرغبة في عدم التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الدول العربية أو إشعال الحرب في المنطقة لذلك رأينا اتهامات لها بأن الضربة كانت تمثيلية لن تكون تمثيلية نهائيا لكنها كانت عسكرية فيها قدر عالي من الحكمة وضبط التصرفات لكن إذا إسرائيل ردت بطريقة أوسعة تتجاوز المؤسسات العسكرية وسط المنشآت النفطية أو تجمعات مدنية كثيفة أنا أظن شخصي أننا سنرى إنشتعال للحرب الإقليمية بأمر غير مؤكد لأن في هذه الحالة لن تكترث إيران بالولايات المتحدة الأمريكية لن تستهدفها لن تستهدف قواعدها لكنها ستستخدم قواتها القوية والضاربة وستستهدف أيضا البنية التحتية لإسرائيل لذلك مناقشة استهداف البنية التحتية والجانب النووي غير مرغوب فيه من الجانب الأمريكي النقاش هو حول قوة الضربة للمؤسسات العسكرية والمنشآت العسكرية والنقطة الأهم والأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المناقشات الآن مدى فعالية استهداف المنشآت النفطية قبل الانتخابات طيب السؤال هنا عن هذا القرار أو البيان البيت الأبيض أن بايدن انضم لمكالمة مع زعماء مجموعة السبع وهناك فرض عقوبات جديدة على إيران لتقويد قدرتها على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار ما هي قيمة هذا القرار؟ لا ده هي قيمة رئيسية هذا هو الملعب المفضل لولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تفضل العقوبات الذكية وتفضل هندسة الأوضاع الاجتماعية حتى هنا داخلنا المتحدة الأمريكية لا أحد يدخل السجن بسبب دينمادي لكن حياتك تتضمر لأن أو رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك سيظهر أنك غير جديد بثقة وسيتم محاصرتك وستتضمر حياتك دون الحاجة إلى النهاب إلى السجن هذا هو المنطق في التعامل مع الهندسة الاجتماعية والعقوبات الذكية والعقوبات التي ليس فيها دم كبير تحمل ضمارا كبيرا هذا هو المنطق مهمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وابتدأت أن تطوره ويسمي الخبراء هذا يعني القيادة من المقعد الخلفي أو توجيه مصار الأحداث دون أن تكون مضطرا لفرض مصارات محددة طالما أنك ستصل في نهاية الأمر إلى الوجهة التي تريدها وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تريد أن تعاقب إيران وتحاصرها وتحاصر من يعتبر حلفائها وتضعف من قوتها العسكرية وتضعف خطوط الإمداد لماذا؟ لأنها تعلم أننا بعد الانتخابات خاصة أننا نتحدث عن الاستابلشمنت نتحدث عن العقل الجامعي للاستابلشمنت ورجال الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتخذون تلك القرارات الكبرى في الغرف المغلقة ثم بعد ذلك يتم هندساتها على مستوى مؤسسات الإعلام وبعض المؤسسات التشريعية هم يعلمون جيدا وهم لديهم رؤية واضحة بأن إيران في نهاية الأمر كما أشارتها للتقرير الجارديان لديها ثقرات عسكرية كبيرة جدا لكن لديها أشياء يمكن أن تؤلم على المستوى المواجهة المباشرة وبالتالي مسألة الإضعاف ومسألة التدمير خطوة بخطوة وليس كتلة واحدة كما تصرف أخبياء اليمين الإسرائيلي هو الطريقة الأمثل من أجل أن يتم تفكيه كيان مثل إيران أو إضعافه بحيث إذا ما جرت المواجهة التي يراها الجميع ستكون محتومة إذا لم يكن بعد الإنخابات فبعد سنة تكون إيران في أوهى حالتها وليس لديها أي نوع من أنواع القوة للرد أو الإيلام لكن طبعا إسرائيل تتصرف بمنطق أحين اليوم وأميتني غدا أو يعني أحين النهاردة أو أميتني بكرة وهذه فرصة تاريخية فلندمر فلنقتل فلنفعل وما إلى ذلك والشرع الإسرائيلي يعني محتشط خلف المسألة لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدير أمورها بهذا الغباء خاصة أنها لها تجربة سيئة في العراق وأفغانستان وغيرت بالفعل من استراتيجياتها على المستوى العملي وهذا هو يعني موضع الاختلاف في إدارة المعارك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رغم الاتفاق على الأهداف سؤالي الأخير عبد الرحمن واعتبروا سؤال في برنامج ساخر لأنه لا يمكن أننا سأله بجد أو أنت تجاوب عليه بجد الحقيقة وهو اجتماع الجامعة العربية فيه اجتماع طارق للجامعة العربية تعليقك يما أنا خفت يعني يعني أنا ظن الشخصي هو يعني يمكن رد عليه جديا بالمناسبة الجامعة العربية الآن تتحسس رأسها لماذا؟ لأن حليفتها تريد أن تستخدم أراضيها في ظل هذا الحجد الشعبي ولاحظ أن أنا في ذكرى يعني أنا عندي شعار أريد أن أكتبه هو يعني العيد عادي الحد والاتنين هذا شعار شعار معظم الشعوب العربية التي ترغب في التحرر من آخر استعمار موجود على الكراءة الأرضية وهو استعمار إحلالي يعني هذا ليس رأينا هذا قرارات الأمم المتحدة ونتذكر أنتوني جوتيريش بعدما أدانا السابع من أكتوبر في 24 أكتوبر بالمناسبة قبل أن يمضي شهر قال أن ما جرى لديه الأسباب التاريخية له يعني لم يحدث من فراخ ولذلك رأينا أن وزير خارجية إسرائيل يتحدث في تويتر أمس بأن رأمين عام الأمم المتحدة ممنوع من دخول إسرائيل يعني رأيت المسألة كيف تحدث وبالتالي هذا اجتماع لحماية أنفسهم وحماية إسرائيل بأكثر منه تحرير فلسطين أو الاستفاف مع شعوبهم هذا هذا من أجل إسرائيل ومن أجل مقاعدهم وليس من أجل الدول العربية ولا فلسطين شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي كنت ضعيفي أبرا سكيب